السنة ماليكم مؤلم بكم في فيديو جديد واليوم معنا جهات جديد من شركة هونر قامت شركة هونر في السوق الصيني اليوم بشكل رسمي بالكشف عن هاتف هونر 80 جي تي الجديد والذي يأتي ضمن سلسلة هونر 80 التي تم الكشف عنها في نوفمبر الماضي ويقع الهاتف في مركز مختلف عن هواتف هذه السلسلة حيث يعتبر فلاكشيب كيلر ويتميز بالآداء الفائق والمواصفات القوية وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم سعر ومواصفات هذا الهاتف لكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل خاصية الجرس ليصلك أشعر كل فيديو نقوم بتنزيله الهاتف يتيب أبعاد في الارتفاع 162 مليمتر وبعرض 75.3 مليمتر وبسمك 7.9 مليمتر مع وزن 187 جرام وخامات الهاتف الغارجية من الزجاج مع إطار من البلاستيك ويدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميمواري شاشة الهاتف تأتي من نوع أمولاد بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080 في 2400 بيكسل وبجودة Full HD Plus مع كثفة البيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطه يصل إلى 1400 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز وتدعم الـ HDR10 يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم وهو سناب دراكو 8 بلاد جين 1 ثماني النواء مع دقة تصني المعالج 4 نعلومتر مع معالج رسوميات آدرينو 730 واجهة هونر ماجيك يو آي 7 مبنية على أندرويد 12 يأتي الهاتف بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام أو 16 جيجا رام كاميرا أمامية واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة دراسة 2.4 تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية كما تدعم المثبت الإلكتروني يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية تأتي بدقة 54 ميجا بيكسل بفتحة دراسة 1.9 بمستشعر سوني IMX800 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة دراسة 2.2 وهي إلترويد للتصوير بزاوية واسعة والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة دراسة 2.4 وهي ماكرو للتصوير عن غرب الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفور كي بمعدل 30 إطار في الثانية مع دعم المثبت الإلكتروني الهاتف لا يدعم منفذ السماعة 3.5 مليمتر وسماعات الهاتف الخارجية تأتي مونو ويدعم الهاتف الأنفسي والإي آر بلاستر مع وجود بصمة الإصبع أسفل الشاشة والهاتف يدعم الفتحة عن طريق الفيس أنالوك بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4800 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 6 و 6 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات ويتم الشحن من خلال منفذ يهاز بطايب سي ويأتي الهاتف بألوان الأسود والأزرق والأبيض تم تسعير هاتف هونر 8 جيتي الجديد في السوق الصيني لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يعادل 475 دولار والنسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر يعادل 520 دولار ولبقية الأسعار لدول العربية سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم على المشاهدة وأراكم في فيديو جديد في أمان الله